وقام الرئيس عبدالفتح السيسي بجولة انتفقدية لمقر مركز البيانات والحوسبة السحبية الحكومية في طريق العين السخنة واستمع رئيس السيسي لشرح تفصلي لمخطط مركز البيانات والحوسبة السحبية الحكومية وشاهد مجموعة من القاعات الخاصة داخل المركز لاختبار وتوثيق البيانات وأخرى خاصة للتدريب لتقديم كفة الخدمات الحكومية وعقب ذلك استمع رئيس السيسي لشرح تفصلي حول الجهود التي بوزلت للانتهاء من أعمال هذا المركز في نصف المدة المقررة